طيب قول قلو كده حلو يا كابتن ماهر عظيم أيوا يا كابتن ماهر عظيم يا أسد دا ضياء ضياء الشعير بأسد زك يا كابتن ضياء كابتن مصطفى جميل أخبارك يا حبيبي ربنا يبارك في حضرتك يا كابتن مصطفى مبروك الفترة اللي فاتت الماتشين وإن شاء الله بداية بقى منتخبنا لي شخصية ربنا يبارك في حضرتك كابتن مصطفى لا والله دي حقيقة احنا بنقولها يعني أنتوا جهاز بسم الله ما شاء الله كلكم حاجات تفرح قوي كلكم ناس فاهمة وكلكم ناس كنت لعبة على مستوى عالي جدا ومع مدرب زي كرويش دوت حاجة تفرح بقى منتخبنا لي شكله لي دلوقتي شخصية موجودة في الملعب أولا بشكرك وعايز أبارك لك على برنامجك الجميل جدا 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 الله يكريمك يا دير ربنا يخليه ربنا يكريمك كبيرة لنا كالعيب وكابتن النادي الأهلي وإعلامي وكل حاجة يعني ربنا يخليك يا حبيبي والحمد لله طبعا بداية كويسة المتخب وإن شاء الله تكمل على خير يا رب إن شاء الله مريك لكم في الماتشين اللي جايين ونوصل بقى ويبقى برحيطنا كده ونفكر صح إن شاء الله وزي ما بقولكم إنتوا خليكم اللي في دماغكم وإنتوا أعملوه ملكوش جعب السوشيال ميديا وليك جعب أي حاجة إنتوا ماشيين صح وطلع كلامكم صح بإذن الله بإذن الله مركزين في الشغل ومعاولات إن شاء الله نوصل بحاجة كويسة بإذن الله إن شاء الله إنت لعبت جنب الكابتن مهر همام يعني الحقته الحمد لله لمسك الحمد لله طبعا يعني الكابتن مهر وحضرتك تعرف حضرتك إحنا وإحنا في الناشئين ما كانش فيه غير ملعب كثيرة كل التمارين الناشئين والكبار عليه أيوة نحن طول الوقت نخلص قابلنا ونقعد نتفرج على حضرتكم نبقى سعاداء إن إحنا بيشوف لعبت الدرجة الأولى قدامنا بشكل كثير جدا أنا تربيت على جيل من تلك وجيل السبعينات دام يعني أنا من بداية ماتش اللي هو كان باير ميونيخ اللي كان في الاستاد ده أيوة أنا من مضم بالماشيين اللي كانت قاع على وراك هون لعبنا قبل الماتش فكابعا أنا فاكر كويس جدا كابتن مهر لما نزل لعب أقراي ده باير ميونيخ ولا مونشنجلات باخ مونشنجلات باخ مونشنجلات باخ صح فشوف أنا يعني فاكر الحاجات اللي كان لها والبدايات طبعا كابتن مهر لما تطرقنا وتطرقنا وتطرقنا في الدرجة الأولى سنة الثمانين كان كابتن مهر طبعا رقم 6 شهير كنا مسمين والأسد يعني الحقته أخر سنتين أنا قدخلت طالح وهو أخر سنتين وهي ما كان بيقعد وإحكيلنا ووجهنا كنت أنا أحكى من حشيش ومحمود طالح استفدنا منه الأسد بهدوءه بقدي ايه هو متواضع بشكل كتير كده يعني حاجة حاجة والتوجيهات يعني أنا ما كنت ألعب جنبك أقول لي ما تكتففش واجهني تقول لي تعالى يمين تعالى شمال تعالى كنا بنلعب اه بس الثاني بيبقى سائط ورد طب اللي بيميز كان بيميز مهر همام في الحتة دي بالذات يا عضية أولا الزاي بيطلع الكرة من رجله مضبوطة لوقتها الثاني حاجة طبعا الزاي التمركز بتاعه حاجة عظيمة جدا 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 كل الكرة العالية أنا تكادت أكون ان الثمنتاشر كله ملك الكابت المهر نعم من الكرة العالية ومن التمركزات الواضحة في الخلال في الثمنتاشر ما تحسش بيه انه عنيف لأ سردباك محدش بيعد منه الكرة العالية واخذها التمركز التوجهات التوجهات كلها يعني حاجة 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 عالية جدا وراقية جدا أنا كنت تعيد ان انا حصلت من الجيل بتاعك ده شوية حضرتك الكابت المهر والكابت المطفى يعني حصلت شوية من نقطة سنتين لكن الكابت المهر تحديلا انا تعيد انك انت بوضيف قيمة كبيرة جدا من يعني الحاجات الكبيرة في الناجل الأهلي اللازم الأجيال كلها دايما تشوفها ودي ميزي البرنامجة انك دايما بتجيب أجيال عشان الأولاد الصغيرين وعشان الأجيال اللي موجودة حتى في الدرجة الأولى بتوعنا بالوقتي يعرفوا قد ايه الناس قد ايه انتوا كنتوا جيل عظيم وقد ايه عملية التسليم والتسلم ما كنتش بنحس ان احنا ناشئين بتسليدونا وبتكبرونا بشكل ستير جدا ما هي دات دي سيماتي النادي الأهلي يا كابتن دايما سيماتي النادي الأهلي التسليم والتسلم بشكل بالظبط كده ومفيش كله بساعد بعض وكله بسلم الرأيان اللي بعده طب قولينا على موقف كده حصل معاك مع مهرام من في ماتش من الماتشات انا منساش موقف في ماتش المينيا المينيا كنا بنلعب في المينيا وحضرتك جي تجونا على ماتش دا وانا جيبتي الكون التاني ايوه كان الكابتن تايز بالليل في مشكلة في البكرايت فاجيه قال لكابتن مهر يا مهر انا محتاجت انك تلعب في البكرايت قال له يا كابتن دا بابطن تفاني تتخلص علي دلوقتي وتلعبني بكرايت لا لا انا مش تلعبني في المكان فأنا كنت تتغير فاجيه قال لي انت اللي هتلعب بكرايت فرحت طبعا عايز بلعب اه هلعبت وشكرت الكابتن مهر اللي عملت مطش كويس انا فاكر انا فاكر حضرتك جيبتي الجون الاولاني وانا جيبتي الجون التاني فده مطش يعني من المشاط اللي افتكر فيها لما كابتن مهر مبتش يلعب في البكرايت طبعا يعني مهر خدمك يعني اه قلبة تغير دلوقتي عايز فانا لجعني اه شابتاني ورقة بكرايت تاني مش هيمس كابتن دية احنا طبعا سعداء بوجودك ونتمنى تبقى موجود معانا ان شاء الله في حلقة من الحلقات المجري ونديلك حقك اللي انت كنت تلعب كورة في النادي الاهلي وفي التدريب ما شاء الله ودلوقتي اه مدرب اول مع كرويش في منتخبنا القوم ان شاء الله اللي نتمنى لكم يا رب ان شاء الله نكتسعدونا ونكون في قطر اتنين وعشرين ان شاء الله كابتن دية شكرا حبيبي شكرا